سعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم وأينما تتابعون قناة English Language لتعلم اللغة الإنجليزية أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وحوار جديد بعنوان Clothing أي اللباس إذن مشاهدين سوف نبدأ في بداية هذا الفيديو بحوار عن Clothing ثم بعد ذلك سوف نتعرف على مجموعة أسماء الملابس إذن فتابعوا هذا الفيديو إلى نهايته ودعموا قناتنا بالاشتراك فيها وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد وكل فيديوهاتنا وكذلك الضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو طبعا إذن سوف أبدأ هذا الحوار على بركة الله أين تنورة الجديدة؟ لم أجدها Where is my new skirt؟ أي أين تنورة الجديدة Where؟ دائما نسأل عن المكان أين؟ Where؟ Where is my new skirt؟ skirt أي تنورة إذن ما نستخدمها للملكية my new skirt أي تنورة الجديدة I can't find it I can't find it لا أستطيع إيجادها I can't أي لا أستطيع find وجد يجد find it أي أجدها إذن نتحدث عني skirt وقلنا it I can't find it Where is my new skirt؟ I can't find it I think I put it in the washing machine What color is it? I think I put it in the washing machine What color is it? أعتقد أنني وضعتها في الغسالة ما هو لونها؟ I think أظن أو أعتقد I think I put it أي وضعتها I put it I put أي وضع يدع put it in the washing machine في الغسالة washing machine washing أي الغسل machine الآلة آلة الغسيل أو الغسالة washing machine لم نقل machine لأن machine تنطق ب machine لأنها ليست كلمة أصلية في اللغة الإنجليزية دائما عندما تجدون كلمة لا تنطق بحروفها الأصلية في اللغة الإنجليزية فاعلموا أن هذه الكلمة ليست كلمة إنجليزية محضة مثال مثلا school لأن نقول stool لأن school فهي كلمة لاتينية وليست إجليزية مئة بالمئة كذلك machine لم نقل machine What color is it؟ أي ما لونها What color is it؟ What color is it؟ It's blue Thanks for doing the laundry It's or it is blue Thanks for doing the laundry شكرا لغسلها أو لتنظيف الغسيل إذن لدينا It's blue إذن عندما تكون It's هكذا It's فإننا نعني أن شيء ملك شيء آخر ملك شيء أو ملك شخص ما أما إذا قلنا There is a white dress here Is it yours على الرحب والسيعة هناك ثوب أبيض هنا أهو لك You're welcome أو you are welcome على الرحب والسيعة You're welcome There is a هنا white dress هناك There is هناك white dress أي ثوب أبيض white أبيض dress ثوب Here هنا Is it yours هل هو لك Yours أي هو لك هل هو ملكك Yours No That's my mom's dress And whose shirt is this No That's my mom's dress And whose shirt is this Shirt is this ولمن هذا القميز It's mine I always wear it with my black pants It's mine I always wear it with my black pants إنه لي أنا دائما أرتديه مع بنتالة السوداء It's mine أي إنه لي It is mine أو It's mine I always أنا دائما I always wear it Wear أي أرتدي أتألها Wear it أرتديه Wear it أي يتحدث عن القميز T-shirt With my black pants مع بنتالة السوداء Pants أي البنتالون السروال My black أي السوداء My black pants بنتالة السوداء It's mine أي لا تنسى Don't forget Forget أي ينسى To put أنتضع To put My clothes أي ملابسي My clothes In the dryer في المجفف Dryer المجفف Dryer All right All right I need To wash My t-shirts And my socks As well They are Dirty أو They're Dirty حسنا حسنا أنا أيضا يجب أن أغسل قمصاني وجواربي إنهم متسخون أو قذرون All right أي حسنا I need أنا أيضا أحتاج I need أحتاج To wash أن أغسل To wash أن أغسل My t-shirts أي قمصاني أضفنا الـ S لأننا تحدث عن الجمع My t-shirts And my socks وجواربي My socks جواربي As well They are Dirty لأنهم قدرون إنهم قدرون They are Dirty أي متسخ و قدر إذن الآن سوف ننتقل إلى بعض أسماء الملابس Belt هزام Belt Clothes ملابس Clothes Coat معطف Coat Dress Pustan Dress Glasses نظارات Glasses Gloves قفازات Gloves Hats Hot قبة Hot Jacket معطف Jacket Pants أو Trousers Sirwell Pants أو Trousers Sirwell Shirt قميص Shirt أحذية Shoes Shoes أحذية Socks جوارب Socks Suit بذلة Suit Tie ربطة عنق Tie Sweet Her سترة Sweet Her إذن بهذا مشاهدين الكرام وصل هذا الفيديو إلى نهايته أشكركم دائما على تفاعلكم وعلى تتبعكم لقناة English Language وشكرا لكم المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد معنا وشكرا لكم على وفائكم وطابع يومكم وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته